بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت جريت 5 تعالوا ونكمل كلامنا عن الماتهر ونعرف كلمة جديدة كنا جدنا سيرتها المرة اللي فاتت ونفهم أكتر عن الليسون ده ونشوف إزاي حنحب الساينس زي ما متعودين بطريقة سهلة وبسيطة بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام يلا نبدأ سوا الليسون 4 في كونسبت 1 يونت 2 في الليسون اللي فات كنا جبنا سيرة كلمة مادلز دي وقلنا ان احنا نقدر نعمل بالبنج بونج بولز شوية مادلز تعالوا نشوف بقى المادلز دي ازاي نعملها وحستفيد ايه كمان لما عملها وإجزامبلز حوالينا بنشوفها وما كناش نعرف انها مادل المادلز دي بتساعدنا علشان نفهم حاجات كان صعب ان انا شوفها مثلا يعني الارث طول عمرنا بنقول ان هي كبيرة قوي وبتعمل revolve around itself وبتعمل revolve around the sun الحاجات دي انا ما شفتهاش لاني انا عيش جوه الارث فمش عارف ازاي اقدر اشوف الارث كلها وهي بتتحرك فنقوم نعمل مادل صغير كده عن الكلوب مثلا اللي هي الكرة الارضية المادل اللي بنشوفه كده في حصة السوشيال دي كرة ومرسوم عليها خارط العالم وتقعد تلف في هالك كده الميس وتقولك ان الارث بتعمل كده بالزبط تعمل rotate around itself اه اه اللي شفته ده اسمه مادل المادل ده copy similar للreal thing حاجة موجودة في الحقيقة في حياتنا وانا بعمل لها زي نموذج او زي project او زي مادل صغير يحكيلي عنه بالرسم مثلا ممكن يبقى بعيدية مثلا اي فكرة تقدر تعمل بيها مادل تقدر اي حاجة تفكر فيها وتقدر تساعدك ممكن تعمل بيها مادل المادل بيبقى look like او move like او work like الكوبي بتاعته يعني ممكن المادل بتاعي ده ابقى بقلد بيه الحركة بتاعة الحاجة اللي انا بقلدها او اقلد بيه شكلها او قلد بيه the idea of working بتاعتها طريقة شغلها ازاي المادل زي دي بتساعدنا ان احنا نشوف the big things تعالوا نشوف لو انا مثلا بقول انا عندي مادل للearth يا خبرة بيض طب ده احنا في الearth دي عبارة عن نقطة صغلنا خالص ولا نجيب حتى نقطة حشوف انا بقى من بره المادل ده ازاي مش هقدر طبعا فيقوم المادل ده يقدر يعملي represent the very big thing ويخليها لي small object علشان اقدر اشوف اصلا انا في الاول كتت hard to seem يعني لما ايجي اقول لك give reason المادل can represent very big thing in a smaller size ازاي او ليه قدرت تعمل كده علشان صعب ان انا شوف انا لو ما كنتش عملت مادل للearth ما كانش بقى عندي حددت الخريطة دي اللي بناخدها في السوشي ما كنتش اعرف مكان مصر بالضبط فين ما كنتش اعرف فوق مصر في ايه غير لازم امشي لكن انا قلت الشكل اللي موجود ورسمته في خريطة فعرفتك ان بعد اسكندرية كده وانت طالع تلاقي فوقشة جباح لكن لو اديت ضهرك في اسكندرية وانزلت لتحت خالص يبقى انت رايح ناحية السودان وهكذا المادلز للvery big things ممكن زي الearth مثلا الكلوب دي اللي هي الكرة الارضية توريني شكل الearth ان الearth مثلا شكلها شبه للسفير كده مهيش مثلا شكلها سكوير يعني اول حاجة عرفت هوني الشي في قد ايه water على الearth كل الازرق ده ده شكل الووتر كل الجرين ده شكل الland زي في different countries واخدر اعمل لكيتل كل واحدة فيه عارفة ان مصر هنا مثلا وزي ما بتغضوها في السوشيال كده يحدها من الشمال مش عارفة ايه ومن الجنوب ومن الغرب اهو كل country من دي كل بلد من دي اقدر اديك معلومات عن اللوكيشن بتاعها عن مكانها من غير ما روحها علشان بس معايا الجلوب دي بالزبط كده سهلت لنا حاجات ما كناش نقدر نعملها يعني مثلا زي ما قلنا الكلوب ادتني الشيب بتاع الارث وهاو ماتش الارث دي كافرد بالووتر وير ديفرنت كونتريز لوكيت طيب ممكن اعمل كمان مادل للسولر سيستم كله حاجيب كده لمبة كبيرة مثلا او كرة كبيرة واقول لك دي صن وحط لك بقى الات بلانت بتاعنا ميركري وفينوس ويرت ومارس ودروبيتر وهكذا انا كده شفت اللي استحالة اقدر اشوف شفت الصن شكلها عامل ازاي شفت البلانت سترتبهم عامل ازاي شفت كمان البلانت سديلة ولو انتهم بالوانهم اللي في الحقيقة فانا كأني شايف السولر سيستم بالزبط لو عملت الصايز بتاعتهم قد بعض حبقى شايف ان اكبر بلانت عندي هو جابيتر وحبقى شايف ان السغنون خالص هو ميركري اللي قاعد جنب الايرز حبقى شايف مين ابعد ومين اقرب وهكذا الموديل بتاع السولر سيستم ده موديل للفيري بيج ثانجز طبعا بيساعدنا ان احنا نشوف البلانت كلها وكمان اقدر اعمل كومبير ما بين البلانت وبعدها على مين البيجست مين الكلوز للأيرز وهكذا طب دي الموديل للحاجات الكبيرة طب ولن الحاجات الصغيرة هو في الحاجات الصغيرة هيساعدني برضو لنفس السبب انه هارد تسيد هو انا حقدر اشوف ازاي الجورمس مثلا اللي هي البكتيريا الصغيرة دي مش حقدر اشوفها غير تحت المايكروسكوب طب انا مش معقول مثلا علشان عايز اشرح لك حاجة كل مرة لأ انا هعمله موديل احنا حتى بنعمله بطريقة بسيطة ساعد نرسمه هي نفس الفكرة ما احنا اتفقنا ان الموديل ده ممكن يبقى عبارة عن دروين لأ احنا هنا عملنا موديل مجسم الديني موديل عن الجورم مثلا اللي هي الحاجات الصغنانة قوي اللي موجودة حوالينا واللي غالبا بتأزينا وبتخلينا عينين عشان كده لما مامي تقولك لو سمحت اخسر الخضار كويس او الفكهة كويس قبل ما تاكله هي مش بتهزر لما تقولك اخسر ايدك بالصابونة قبل ما ناكل هي برضو مش بتهزر الجورمس دي اللي هي الجورسين دي موجودة حوالينا في كل حتة مش معنى ان انت ملعبتش في الشارع او ملعبتش في الارض او ملعبتش في حاجة مش نظيفة ان ايدك كده خلاص نظيف لا هي حواليك في كل حل طيب ساعدني في ايه الموضل بتاع الجورم ده ان انا شفتها من غير مايكروسكوب وشفت البارتس بتاعتها يعني ده شكل جورم من الجورم ده شكل جورم تاني ملكوش دعوة بأساميهم يعني بس يعني ايه تعالوا نغششكو نقول أساميهم تبقوا عارفين حاجة محدش غير كو عارف ده اسمه البراميسيوم وده اسمه اليوغلين ولك انك سمعته الأسامي طوح يبقى ساعدني في ايه في شكل الجورم وكمان ساعدني ان انا اعرف البارتس اللي موجودة جوة تفاصيل وكده وكل حدوتة فيه هو قبي هو ضعيف هو حقدر اقتله بالالكوحول ولا حقدر اقتله بالسوب وهكذا بيساعدني ويعرفني معلومات كتيرة قوي عنه مع اني ما كنتش هشوفه غير بالمايكروسكوب كمان الموضل بتساعدني عن ازاي اعرف الحاجة دي بتشتغل يعني مثلا لو انا جبت موضل عن فولكينو شكل فولكينو اهو معمول موضل احنا ممكن نعمل الموضل ده على فك بس بردو لو سمحت نبقى في مكان مفتوح ما نبقاش في البيت عشان ما نبهدلش الدنيا ونستأزم ماما ويبقى معانا حد كبير جيب مثلا ازازة بيبسي كده وافتح الغطع ورمي فيها كذا واحدة نعناع اللي هما البومبوني اللي بالنعناع الجامد الحرق قوي ده مش فكرة اسمه ايه ونحطه فيها كده هتلاقي طلع فوران اهو ده نفس فكرة الفولكينو يبقى انا عملت موضل الفولكينو سواء اشتريته بقى وعملته بالحدوت اللي قلناه كده انا عرفت شكل الفولكينو ايه وعرفت ازاي الليكود بيقدر يخرج من الفولكينو في الريل يعني لو حصل فولكينو بجد انا حبقى متخيل كاني شفته بالظبط او الموضل بتاع الايروبلين ساعدتني اعرف ازاي الايروبلين دي بتعمل في الاير تخليك مثلا وانت ماسك على طول ما خلي بوز الطيارة دي نحيت فوق كده وبترفع ايدك لفوق ما انت خلاص تعلمت عرفت الايروبلين دي ازاي بتعمل فلاي في الاير يبقى الموضلز زي ما شفناها بتساعدنا في حاجات كتير بتساعدنا اننا اتعلم اعمل تيتش زي كلمة تيتشر كده تيتش للحاجات اللي حوالي كأنها حقيقية بتساعدني اقدر اعرف ازاي التينكس ده بيشتغل تساعدني اقدر اعمل عن الابجكت ده في سايز مناسب انا مش هعرف اشوف البلانت بس هعملها موضلز فحقدر اشوف مش هقدر اشوف الجورمز بس هعملها في موضل فحقدر اشوف ها وتعامل معاه بتساعدني ان انا اتعلم عن حاجات مكنتش هقدر اشوف ها ابدا زي ما قلنا كده في السولر سيستم او في الجورمز مش كلنا متح لنا فكرة ان احنا نوصل لمايكروسكوب ونتفرج بيه على جورمز ولا كلنا مسموح لنا ان احنا نطلع في السبيس كده ونبعد بعيد خالص ونطلع في جالاكسي تانية ونتفرج على السولر سيستم بتاعنا بس بالموديلز نقدر نعمل كده طيب احنا نقدر نعمل موديل تعالوا سوا نعمل موديل عن زي ما اتفقنا كده هنعمل موديل عن موديل حبايبي برضو تقدروا تعملوا الموديل ده باي شكل ممكن نعملوا بالبنج بونج بول زي ما قلنا ممكن نعملوا بالبازل ممكن نعملوا باي كور صغيرة لعبة بنلعب بيها ممكن نعملوا حتى بقى سقيس ورق ممكن تعملوها وزي ما متفقين اي حد هيعمل حاجة ويصور هالي حنزلها باسمه علشان المفروض الساينس ده يساعدنا في حياتنا مش مادة بس بنحفظها ونروح نجاوب على الاسئلة ونجيب درجة كويسة وخلاص لأ دي حاجة بتكبر دماغنا وتخلينا نتعلم حاجات كتير قوي طيح احنا هنا مثلا هنجيب شوية جلو و تلاتة كارد بورد كارتون كده كبير شوية قوي شوية وحاجيب بقى البولز اللي احنا اتفقنا عليها وهعمل الرينج للبولز دي على حسب الاستيت سوف ماتر لقيتني واظبط عني وانا بعمل الصالد اللي زقتهم في بعض كده اما في الليكود لا بعد عن بعض شوي في الجاز بقى بعد عن بعض خالص ده يوصلني ايه يوصلني ان البيتز دي اللي هو زي الخرز اللي هو اشتغل بيه فوق وانا لو مش عندنا نشتغل بكور صغيرة او حتى اصائيس ورق لقيتني حطاها في ريجولر باترن في حالة الصالد بص بص ازاي كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض متنظمة كده ومترتبة وشكلها لذيذ خالص في حالة الليكود لا لاتل فور محطوطة نوت اينا ريجولر باترن موجودة مش في ريجولر باترن يعني ايه يعني زي ما تكون منكوشة كده كل واحدة في حالها كل واحدة الواحدة اما بقى في الجاز دي فار مش لاتل فار دي كل واحدة بعيدة عن التانية ونوت الرينج دينا باترن خالص يعني الرينج منت ده يعرفني التري ستيت سوف ماتر تعالوا نشوفهم كده لقيتني في حالة الصالد بقى عندي ريجولر باترد يعني البول او البيت دي ارجنايز مترتبة كده مصفوفة ورا بعض ورا بعض ورا بعض في حالة الليكود لا راندم ارينجمن حاجة عشوائي كده بس خلي بالك نط وال ارجنايز يعني ممكن يبقى فيها ترتيب بس مش قوي قوي يعني ممكن نلاقي 3-4 ورا بعض لكن مش كلهم ورا بعض زي في حالة الصالد الجهاز بقى راندم ارينجمن بس بقى نط ارجنايز اتحول مش مترتبة خالص ولا واحد فيهم محطوط ورا التاني تعالوا نرجع كده ونشوفهم تاني اهو بس دي بول وراها بول وراها بول وراها بول وراها بول او وراها بيد يعني كلهم في نفس اللاين هنا اه ممكن نلاقي اللي اتنين دول مثلا ورا بعض او بس ممكن نلاقي هم اربعة هم ورا بعض لكن دول بقى لا حتى لو جينا بصينا نلاقي ده كده وبعدين ده كده وبعدين ده كده ده كده وده كده ولا اي حاجة نفيش ولا اي حاجة ورا بعض اهو ده اللي بنتكلم عليه ده كله ارجنايز ده نوت وال ارجنايز ده نوت ارجنايز اتوال زكروه كويس واتمنى لكم كل التوفيق شكرا